السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة النخبة الثقافية العربية بسم الله نبدأ أمسيتنا في رحابي يعجاز القرآن في غرة شهر رمضان المبارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أنبيائه ورسوله الذين أرسلهم الله لتبليغ دينه الإسلام وتطبيق شرائعه في العالمين على مر العصور وأيض الله كل رسول بآية أو بين أو سلطان أو حج يطلق عليها معجزة حدثنا القرآن الكريم عن معجزات الأنبياء عليهم السلام وهي معجزات مادية محسوسة لم يبقى لها أثر بعد وفاة النبي الذي ظهرت على يديه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد معجزات الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم كثيرة منها معجزة سيدنا النوح عليه السلام كانت السفينة التي صنعها بأمر الله ونجاه الله ومن معه من المؤمنين من الطوفان من معجزات سيدنا إبراهيم عليه السلام نجاته من النار التي ألقاه فيها النمرود فكانت عليه بردا وسلاما بأمر الله ومن معجزات موسى عليه السلام العصى التي ابتلعت حيات السحرة وحبالهم وعصيهم وأبطلت سحرهم كانت معجزة داود عليه السلام إلانة الحديد بين يديه بحيث يشكله كيف يشاء دون عناء من معجزات سليمان عليه السلام تسخير الجن والرياح به وفهمه لقطة الطير من معجزات عيسى عليه السلام إبراءه الأكمة والأبرص وحياءه الموتى بإذن الله أيضا الله نبيه محمد محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات مادية حسية ومعنوية كثيرة وامتاز عن بقية الأنبياء بمعجزة لم يؤتوا مثلها من قبل وطبيعتها تختلف عن طبيعة سائر المعجزات إنها معجزة القرآن الخالدة كلام الله تعالى فبقاء القرآن وحفظه من منذ نزوله قبل 1441 عاما حتى قيام الساعة إعجاز رباني عظيم ومعجزة للناس كلهم في جميع العصور وهو ما يميز القرآن ويميز دعوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى الإعجاز؟ الإعجاز لغة مشتق من العجز وكلمة العجز تعني الضعف وعدم القدرة فيقال أعجزني فلان أعجزت فلان وعجزته أي جعلته عجزا وهو مصدر أعجزة ومعناه السبق والفوت ما معنى المعجزة؟ المعجزة لغة مأخوذة من الفعل الثلاث عجزة وهو يدل على عكس القدرة نقول أعجزني فلان إذا قصرت عن طلبه وإدراك المعجزة إصطلاحا آية وبين وبرهان وسلطان لأمر خارق للعادة سالم من المعارضة مرتفع عن قدرة البشر مقرون بالتحدي العز البشر عن الإتيان مثله دال على صدق النبي تارة وعلى غير ذلك تارة أخرى يجريه الله تعالى على يد أنبيائه ورسله تصديقا لهم فيما يبلغونه عنه سبحانه وتعالى وتقوي لحجتهم أمام أقوامهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واضم يدك إلى جناحك كتخرج بيضاء من غير سوء بيضاء من غير سوء آية أخرى قالت رسلهم أن تصدون أن تصدونا الحصى وحنين الجذع ومثل القرآن الكريم أو يكون من قبيل الفعل كانفجار الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام القليل وكفايته للجمع الكثير أو من قبيل الترك مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام وعدم إغراق الماء للنبي الله موسى عليه السلام وقومه وعدم سيلانه عليه ثاني أن يكون الخارق من صنع الله تعالى وإنجازه فالمعجزة هبة من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يعين زمانها ونوعها من شروط المعجزات أيضا سلامتها من المعارضة فلو استطاع الخصم أن يأتي مثل ما جاء به النبي بطلت حجته ولم يسلم له الدعاء أن هذا الخارق أو هذا الأمر دليل على صدقه وأمارة على بعثته من قبل الله سبحانه وتعالى الشرط الرابع للمعجزة أن تقع على مقتضى قول من يدعيها أي وقوعها على مقتضى الدعوة فيشترط أن تكون موافقة لقول مدعيها غير مخالفة له سواء كان هذا الأمر مطابقا لطلب المعاندين أو مخالفا له لأن الرسول يبلغ عن أمر ربه في تحديد نوع المعجزة وزمانها ولا دخل له في هذا التعيين فإذا جاءت المعجزة على وجه غير الوجه الذي عينه الرسول لم تكن دليلا على صدقه بل تثير عندئذين الشكوب حول إدعائه من هذا القبيل ما وقع لبعضه مما يطلق عليه العلماء اسم الإهانة فإذا مسح على المريض ليشفى فمات أو يصدق في البئر لتكثير مائه فغار البئر كما ذكرت بعض الروايات في شاء مسيلم الكذاب فلتكون معجزة إنما هي إهانة له ودليل على كذب لسان من شروط المعجزة التحدي بها وهذا شرط أساسي في المعجزة لإثبات عجز الجاحدين وإقامة الحج عليهم فإن عدم التحدي لمعجزة لا يبرزها كدليل وبرهان كي لا يقول قائل فيما بعد أنه لو التحدي بالمعجزة القوم لتمكن من الإتيان بها التحدي يكون بالقول الصريح بأن يقول الرسول دليل صدقي وصحة ما جئت به هو عجزكم عن الإتيان مثل هذا الأمر الذي أفعله وفرق بعض العلماء بين الخارقة التي يتحدى بها الرسول القوم ويجعلها آية صدق وبرهان صحة رسالته وبين الخارقة التي لا تقترن بالتحدي وتقع بين المؤمنين برسالة الرسول فيطلق على النوع الأول اسم المعجزات وأطلق العلماء على النوع الثاني اسم دلائل النبوة يعني هناك فرق بين المعجزات وبين دلائل النبوة الخارقة التي يتحدى بها الرسول القوم ويجعلها آية صدق وبرهان صحة رسالة هي معجزة أما الخارقة التي لا تقترن بالتحدي وتقع بين المؤمنين برسالة الرسول فهذه تسمى دلائل النبوة السادس أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل أي يجعلها الرسول دليل صدق رسالته لإثباتها وينسب هذا الأمر إلى الله عز وجل فيقول مثلا آيتي أن يقلب الله سبحانه وتعالى هذه العطا ثعبانا أو أن يحيي الله سبحانه وتعالى هذا الميت عند قولي له قوم السابع تأخر الأمر المعجز عن دعوة الرسولة عن دعوة الرسالة لأن النبير بمثابة الشاهد ولا يقوم الشاهد إلا بعد قيام الدعوة أما إذا تقدم على دعوة الرسالة فيكون من قبيل الإرهاص وهي الأمور التي تتقدم على الرسالة وتمهد لها تضليل السحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر إلى الشام قبل البعثة المتثام أن يظهر ذلك الإعجاز في زمن التكليف وهذا الشرط أضاف إليها الراوندي يرحمه الله شرط جديد فقال أن يظهر ذلك الإعجاز في زمن التكليف لأن أشرات الساعة تنتقد بها عادته تعالى ولا يدل على صدق مدعي يعني انتهى فترة المعجزات عندما نقول الآن في القرن الحادي والعشرين أن الصين أعملوا معجزة في الكبار وفي شؤون التقنية انتهت الزمن المعجزات هذه ليست تسمى معجزة هذه يسمى اختراع أو ابتكار من الصينيين أو من العلماء أو من المخترعين البشر أما المعجزة فهي تتعلق بما قدره الله سبحانه وتعالى في أيام الأنبياء هذه الآية من سورة الأعراف دليل على أن المعجزة وردت في القرآن الكريم باللفظ بينة قد جاءتكم بينة من ربكم هذه الآية التي وردت في سورة طاها تبين أن المعجزة آية تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى من معجزات سيدنا موسى عليه السلام هذه الآية وردت في سورة إبراهيم تبين أن المعجزة سلطان فأتونا بسلطان مبين أي أن القرآن الكريم لم ترد فيه كلمة معجزة فكلمة معجزة ليست من مصطلحات القرآنية وانتقد بعض العلماء قول المعجزة أن في القرآن الكريم لم ترد هذه الكلمة فيعترض أصلا على الإعجاز العلمي وأنه ليس من علوم القرآن والحقيقة أن الإعجاز العلمي ليس من علوم القرآن يعني علوم القرآن التي يرد لفظها في القرآن تسمى من علوم القرآن أما التي لها علاقة بالقرآن فلا تسمى من علوم القرآن فالإعجاز العلمي هو علم جديد يرتبط بجميع العلوم في الحياة الدنيا ولكن لم يرد كلمة معجزة أو كلمة إعجاز في القرآن الكريم ورد كلمة معاجزين ليعجزهم فما زال علوم الإعجاز العلمي تحت الدراسة والبحث والتقصي والله أعلم بالعلوم التي يجدر بنا أن نتعلمها ونتدارسها في المستوى الجامعات والدراسات العليا إعجاز القرآن لغة مركب إضافي معناه حسب أصل اللغة إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به فهو من إضافة المصدر لفاعله والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف بالفعل محذوف للعلم إعجاز القرآن عجز الإنس والجن عن الإتيان بشيء مثله عدم قدرة الإنس والجن على محاكاة القرآن القرآن كتاب معجز في آياته كل آياته هو كلام الله تعهد الله بحفظه إلى ما شاء هو الحق المطلق الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس وهذا الحق هو قوام الوجود كله وأنه كتاب النظام الشامل الكامل للحياء التي يرتضيها الله من عباده إنه إعجاز التحدي للإنس والجن أن يأتوا بشيء من القريان تبيان لكل شيء في أمور الدنيا والدين هو إعجاز القرآن بكل شيء في علم الغيب وعلم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل هناك الإعجاز اللغوي البياني النظمي والإعجاز العقدي والتعبد والأخلاقي والتشريعي هناك الإعجاز الطبي والصحي والدوائي والغذائي هناك الإعجاز التاريخي والتربوي والنفسي والاقتصادي والإداري والإعلامي هناك الإعجاز الرقمي والتقني والهندسي والصوتي والسمعي والبصر ثمرة الإعجاز ثبوت أن مصدر المعجزة هو الله سبحانه وتعالى لأن النبي بشر ولولا النبوة لما ظهرت خوارق العادة على يديه ولكان عجزه عنها كعجز سائر الناس النبي الخاتم ودعوته الخالدة مؤيدان بمعجزة خالدة حتى لا يفتقر عصرا من العصور إلى ما يثبت صدقه ومصداقيته وصلاحية دعوته للحياة في كل زمان وإعجاز القرآن أمام الإنسان العربي البسيط ظهر عجزه عن تقليد القرآن الكريم ظهر عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر في جزيرة العرب عن الإتيان مثل القرآن الكريم منذ سمعوا آياته وواجهتهم حججه هي إعجاز القرآن وموضوع إعجاز القرآن من موضوعات يقال أنه من موضوعات علوم القرآن التي عني بها العلماء قديما وحديثا وأفردوا لها مباحث ومؤلفات منذ قرن من الزمان وكونوا فيها آراء ومذاهب ولكن دراستها في مستوى الجامعة أو مستوى الدراسات العليا ما زال نادرا وجودهم بالرغم بوجود الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في المملكة العربية السعودية التي تعنى بشؤون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة هي إحدى هيئات راضة العالم الإسلامي ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تسعى لإظهار أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة والعمل على نشرها أنشأت بقرار من المجلس الأعلى العالمي للمساجد في دورته السادسة عام 1404 وأنشأت لتوفر وسيلة معاصرة للدعوة الإسلامية تقدم بها البرهان الصاطع والحجة البالغة على صدق رسالتنا من خلال العلم هذا الشاهد العدل الذي ارتضاه عالمنا المعاصر حكما ومرجعا الرؤية هيئة عالمية رائدة لمعجزة نبوية خالدة ورسالة الهيئة العالمية تحقيق بحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وإظهارها للناس كافة استراتيجيتها تعتبر مرجعية شرعية وعلمية لعلوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة نشر وإبراز أوجه الإعلام العلمي في القرآن والسنة تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها لخدمة برامج وهداف الإعجاز العلمي حكمة من إعجاز القرآن أنواع الإعجاز التي ضمنها القرآن وما تحمله من فصاحة لغوية وأحكام تشريعية وحقائق علمية وأخبار غيبية كل إشارات ودلالات تؤكد لمن هو بحاجة لتأكيد أن القرآن الكريم حق وأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه علاوة على ذلك تتمثل حكمة الإعجاز القرآني في تثبيت وطمأنة قلوب المؤمنين بهذا الدين الإسلامي وفي مساعدتهم على محاججة غيرهم وإقناعهم بصحة الإسلام وصدق رسالته خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى دلائل مادية وبراهين علمية ومن حكمة الإعجاز أيضا أنه يفتح الباب أمام المسلمين للبحث والاستكشاف في مختلف الظواهر والعلوم ويمدهم بالإشارات اللازمة للانطلاق في هذا المجال بالتفكر والتدبر هذه بعض الكتب الحديثة الصادرة في مجال إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية الأمل يحدوني أن يقبل الناس على هذا العلم إعجاز القرآن الكريم وأن يصبح لديهم شغف بالإطلاع على المزيد منه وأن يوظفوا إعجازه في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة ودفع الباطل وإعلاء كلمة الحق وأن يخرج منهم في المستقبل القريب من يكون مؤهلا للتخصص في هذا العلم والإبداع في مجالاته حتى تتحقق الصلة بين الخلف والسلف فلا يكون الإعجاز القرآن غريبا عن أبناء العصور المتلاحقة أسألك اللهم من يتحق النفع من هذه الأمسية الرمضانية في شهر القرآن وأتشرف بجميع أعضاء النخبة للمشاركة معي في الحلقات القادمة إن شاء الله خلال هذا الشهر عن أحد أوجه الإعجاز القرآني الكريم إعجاز بياني أو إعجاز علمي أو إعجاز تشريعي أو إعجاز نفسي أو إعجاز رقمي أو إعجاز تربوي كل حسب تخصصه يمكنه أن يتبحر في هذا العلم الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء مرحمة دكتور محمد إسماعيل شكرا على إطلالتك وأمل استكمال الحلقات خلال شهر الرمضان الكريم الله يسلمك ويبارك فيك دكتور محمد الشريف قائدنا الملهم ورائد النخبة الثقافية أنت من تشعل الحماس لإشاعة الخير في هذا الشهر الفضيل عبر قناة النخبة الثقافية العربية أرجو أن أكون عند حسن ظنك وتقديم ما هو مفيد في واحدنا النخبة الثقافية العربية ما شاء الله لقوة تلب الله يعطيك العافية دكتور هناء ويعني محاضرة يعني زي ما يقوله مختصرة لكن دسمة يعني جماعتي الاختصار والدسامة في آن واحد يعطيك العافية وننتظر بإذن الله يوميا شجن من هذا الطرح العميق وبرك الله فيك ويعطيك العافية وإن شاء الله يا رب يكون على موعد دائما ويوميا بإذن الله بارك الله فيك مشكور الله يزاك خير أهلا أختي دكتورتي زينب أشكرك على تعليقك الجميل الذي لامس الوتر الحساس في موضوع إعجاز القرآن فهو بحر ضخم يهاب الإنسان من أن يتناوله أو حتى مجرد أن يفتح اليوتيوب ليسمع المحاضرة ويراها يشعر أنه لا شيء أمام هذا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لكن الإنسان لا بد أن يتدبر القرآن وأن يتدارسه وليس مجرد حفظ الآيات وتلاوتها أسأل الله أن ينعم علينا بالصحة والعافية والقدرة على تدبر القرآن والتفكر فيه والتعقل فيه والتفقها فيه في شهر رمضان الكريم وبعد شهر رمضان تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومصاكم الله بكل خير النخبة الثقافية العربية وكل عام وأنتم بخير الشكر لله والشكر موصول للدكتورة هناء على هذه المحاضرة القيمة التي أوجزت فيها وأنجزت وأبتعت عن الإعجاز لغة وفقها وإن شاء الله ننتظر المزيد من هذه المحاضرات الشيقة والهامة جدا لنا كمسلمين ولكن اسمحوا لي أنا بتستوقفني آياتين من صورة الآية 49 والآية 50 في مشهد المجادلة ما بين نبي الله موسى عليه السلام وأخي خارون وفرعون مصر لما قال لهم فمن ربكما يا موسى فربنا سبحانه وتعالى ألهم سيدنا موسى برد يعني أنا بعتبره هو يعني فيه إعجاز كبير جدا وكل واحد عنده يعني بصيص من العلم يجد فيه الإعجاز فسيدنا موسى رد عليه وقال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا أرجو أن تكون هذه الآية إن شاء الله كل منا يدلو بدلوه في إعجاز هذه الآية فمعنى كلمة هدا ممكن أعلمه عرفه دوره في خلافة الله في الأرض أو في الإعمار أو إلى آخر أو إيه دوره المنط به على سبيل المثال لو خدنا مخلوق كبير جدا جدا زي الشمس لها خلقة معينة لها تفاعلات آيونية معينة يعني الغرض منها الإشعاع الشمسي الرائع والحرارة الجميلة اللي هي بتكون مصدر الطاقة على كواكب المجموعة الشمسية كلها طيب لو يعني أسقطنا هذا الربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا فما جد مثلا خلقة الأذن غير خلقة العين وكل حاجة لها وظيفة وبالتالي لو أسقطناها أيضا على الظرات فكل عنصر له عدد زري عدد محدد من الإكترونات السالبة تدور في أفلاك معينة وعدد محدد من البروتونات المجابة سبحان الله والعنصر ده يختلف عن العنصر ده يختلف عن ده في وظيفته وفي خصائصه ربنا الذي أعطى كل شيء قلقاه ثم هدا ولو نزلنا بقى على المستوى الجزائي كم إنزيم موجود في الخلية الحية الإنسان حدث هائل جدا من إنزيمات كل إنزيم مع أنه بروتين لكن بيختلف في ترتيب اللدائن اللي هي الأحماض الأمينية وبالتالي يبقى عندك إنزيمات مختلفة في التركيب كل إنزيم له وظيفة ربنا الذي أعطى كل شيء قلقاه ثم هدا اختلاف في زر اختلاف في ربط اختلاف ده يؤدي إلى يعني اختلاف رأى جدا في الوظيفة نفسها فيعني سبحان الله رب العالمين يعني نجد هذا الإعجاز الرائع جدا طبعا كل واحد عنده يعني بصيص من العلم ممكن أن يفسر هذا جباته علوم الزرة وعلوم الأحياء وإلى آخره فسبحان الله سبحان الله أنا بتستوقفني هذه الآية كثيرة جدا لأنها يعني أي نجد مثلا جزيء الماء وجعلنا من الماء كل شيء حيب ففي حاجة اسمها ربطة هيدروجينية لما نسخن الماء يعني يعني إلى حد ما بتنكمش هذه الروابط وتصبح الجزيات في حركة حرة فيتكون بخار الماء ويتحول حالة الغازية من الماء وبعدين لما تنقفت درجة الحرارة هذه الروابط يعني بتبقى على يعني تنفرد تماما بحيث يخلي عدد جزيئات الماء في واحدة الحجوم أقل بكثير جدا من كونها في الحالة السائلة فيتجمد الماء فكسافة تقل فيطفو على السطح عشان تعيش الأحياء تحت هذا الكمل من الجليد سبحان الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وثم هذا أرجو أن تكون هذه الآية أيضا يعني محور هامة جدا إن شاء الله للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وستظل باقية إلى إلى يعني حتى يشاء الله سبحانه وتعالى اللي بقى ينزع القرآن من الصدور وكده وصحفة لكن هتظل هذه الآية لها إعجاز لأن العلم كل يوم بتطور وكل يوم في جديد فلن يخرج أي علم أو أي اكتشاف عن هذه الآية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وثم هذا هذه كانت خاطرة مني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خاطرة طيبة وجزاكم الله الخير وكل الخير وشكرا دكتور هناء على هذه المسيئة الرائعة شكرا دكتور محمد على الإخراج الرائع وشكرا لكم جميعا نخبتنا الثقافية العربية وأعتذر تماما عن هذه الإطالة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي اليوم الدكتورة هنا أجبرتني على الأنصات والمتابعة والذي أجبرني الإعجاز في الطرح ناهيك عن موضوع أهتم فيه من حوالي خمس سنوات منذ تقاعدي والهدف الربط العلمي بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة دكتور هناء بارك الله فيك وبإذنه واحد أحد سنكون برفقتك ليليا لمتابعتك لكن أنا أحب أن يشاركنا في هذه الكوكبة الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمصر كذلك الدكتور عبد الله بصفر الأمين العام سابقة تقاعد السنة هذه للهيئة العامة في المملكة كذلك لا يحضرني اسمه إن شاء الله بجيب لكم اسمه لأنني أنا الآن عضوة جديدة في أحد مجموعاته التي تفوق 136 مجموعة في الإعجاز العلمي أهلاً عزيزتي سارة شكراً على إطلالتي وخجلتي طوابعي دكتورة هنا عن الرغم من تهبي لأني توني خالصة من أعداد السحور إلا أني جلست بكل هدوء سكينة للاستماع إلى صوتك الشجيء وإلى الموضوع الخلاء دكتورة هنا أنت طرقتي على وتر حساس إننا ما نحفظ القرآن قراءة من غير ما نفقه معنى هذه الآيات والإعجاز الموجودة بالقرآن يصدقوني اليوم أنا وجدت ظلتي اللي كنت أبحث عنها من 58 سنة أهلاً عزيزة إسارة سحور مبارك إن شاء الله أفين كنت تسكني في أي منطقة إحنا في المنطقة الغربية توجد ثلاث لجان نسائية في مكة وجدة والطايف ومنذ أنشئت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في عام 1404 سجلنا أعضاء في اللجان النسائية في هذه المناطق وكنا نتبادل الزيارات والرحلات واللقاءات العلمية ونخبى مننا وانتدبت لحضور المؤتمرات في دبي وفي تركيا وفي المغرب فالدكتور الشيخ المصلح هو مدير عام الهيئة العالمية لإعجاز العلمي في المكة المكرمة وأشيد بحرصه الشديد على تثقيفنا نحن عضوات اللجان النسائية وتمكين الخبراء والأساتذة في الإعجاز العلمي أن يلقوا المحاضرات والدورات التدريبية التأهيلية لإعداد داعيات الإعجاز العلمي خلال أكثر من عشر سنوات قضيتها مع زميلاتي عضوات الهيئة العالمية من جميع التخصصات وكان تخصصي أنا تربوي علمي ما شجعني على أن أدرس دبلوم شرعي بعد انتهاءي من رسالة الدكتورة فالعلم الشرعي لا بد منه في تثقيف أنفسنا بثقافة الإعجاز العلمي لا أستطيع أن أتناول أي موضوع في الإعجاز العلمي بدون ما أكون متمكنة أولية ثقافة باللغة العربية حتى أفهم تفسير القرآن الكريم أولا ثم أنظر للموضوع من زاوية تخصصي أشكرك على إطرائك وخجلتي تواضعي وربا نكتب لنا نجتمع في لقاءات مباركة إن شاء الله أهلا بهالطيبة الطيبة أشكرك أخي أستاذي النبيل محمد شكرا على تعليقك المميز أهلا ببريد القلوب شكرا على إطلالتك وإعجاز القرآن هو من بريد القلوب الذي يثري أعمال القلوب من التقوى والرضا والفضيلة والحكمة عند التفكر بأغوار آيات القرآن الكريم أدهم الله تواصلك بالعلماء ووفقك وسددك وأشكرك على ما أدرجته من أشياء مباركة إن شاء الله شكرا على المشاهدة